السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد. موضوع الفيديو النهاردة كيفية عمل فيديو احترافي على التيك توك واضافة المؤثرات الصوتية اللي انت تختارها. بداية بيكون عندك هنا ثلاث اختيارات خمستاشر ثانية ستين ثانية ثلاث دقائق ودي مدة الفيديو اللي انت المفروض تصوره. تمام تضغط هنا ضغطة مطولة على انت عايزها. طيب لو احنا عايزين نضيف صوت نسجل على صوت بمعنى اصح. بيكون عندك اختيارين. الاختيار الاول اننا بنضغط على علامة اضافة صوت اللي في الاعلى. وهنا بتبحس عن الصوت. بتبحس عن اسم المقطع اللي انت عايزه في خانة البحث. طيب ازا ما تحصلتش عليه او كنت عايز تضيف مقطع صوتي اخر بتروح للموقع مقطع الصوتي اللي انت عايزه يا اصدقائي في الفيديو اللي انت عايز تسجل عليه. تضغط على علامة الصوت اللي في الاسفل. ويزهر لك هنا كل الفيديوهات اللي اتعاملت بالصوت ده. تضغط هنا على استخدم هذا الصوت. وهنا يا اصدقائي ممكن تسجل الفيديو وسيزهر فيه الخلفية زي ما احنا شايفين الصوت اللي احنا اخترناه. وبتبدأ تسجيل الفيديو بشكل عادي. طيب دي الخطوة الاولى لكيفية اضافة الصوت. وتكلمنا عن طريقتين. المؤسرات هنا المؤسرات لو انت عايز تضيف اي مؤسرات خاصة. تمام? وهنا اصدقائي لو انت عايز تحمل فيديو او صورة من الستوديو. وهنا لو انت عايز تقلب الكاميرا الخلفية او الامامية. وهنا السرعة الخاصة بالفيديو. وهنا الفلاتري اصدقائي لو انت عايز تستخدم في فلتر معين. تمام? وهنا بيكون التجميل لو انت عايز تضيف بعض التجميلات. وهنا المؤقت اللي انت بتصور فيه لو انت عايز تضبط الكاميرا. تصور بعد ثلاث ثواني تضبط من هنا. وهنا تقطيع الصوت لو انت عايز تقطع. وبعد كده يا اصدقائي. بعد ما بنصور الفيديو. بنضغط على علامة الصح اللي في الاسفل. وبنضغط على التالي. ولكن هنا لو انت عايز تضيف نص. تمام? او تضيف مؤسرات او تضيف ملصقات او تضيف صوت لو ضغطنا على الصوت. بيزهر لك كل شيء. وهنا بتحرك الحركة دي يا اصدقائي. من اليمين لليسار لو انت عايز تضيف فلتر معين. للفيديو او الصورة. تتحرك كده من اليمين الى اليسار. وبالتالي طبعا انا مصور فيديو اسود فالصورة مش واضحة. تمام? وبعدين تضغط ممكن تعمل تعليق صوتي. وبعدين بنضغط على وتحكم في مستوى الصوت. وبعدين تضغط على التالي. وهنا يا اصدقائي بتكتب اسم الفيديو وممكن تعمل له هاشتاجات معينة. علشان تساعد على نشر الفيديو بتكتب الهاشتاج كده. وبتكتب الاسم. مسلا بيزهر لك اعلى الهاشتاجات بتختار اول هاشتاج. وبتكتب اسم للفيديو. وبعد كده بتضغط على نشر. ويتم نشر الفيديو الخاص بيه بطريقة احترافية. رب بيكون الشرح افاك.